في هذا الإطار تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى وأغلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 83 قضية تموينية بمضبوطات تقترب من 96 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 33.5 طن سلع غذائية مختلفة كما تم ضبط أكثر من 11 طن و 35500 قطعة مستلزمات طبية في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 37 طن حديد و 13 طن أسمنت